موسيقى منظمة نساء حركة وطنية للإنقاسة تقود اجتماعا مع النقابات العمالية بغاية إيجاد حلول الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد عهد المهندسين الشاديين يبتكروا الصاج الخاص بشوية اللحوم وذلك بالغرفة التجارية بحضور العديد من المسؤولين في الدولة السيدة وسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى بركة نحيكم من الفضايا الشاديية من أنجمينا ونقدم لحضرتكم النشر الإخباري العربية لهذه الأمس عقب مشاركته في الاجتماع المتعلقة بتمويل الشراكة الدولية حول التنمية بالعاصمة السنغالية دكار فقد عاد بحمد الله وسلامته فخامت رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو إلى العاصمة أنجمينة قادما من دكار العاصمة السنغالية وكان في استقباله بمطار حسن جموس الدولي رئيس الحكومة بايمي باتاكي ألبير وبعض أضاء الحكومة ومساعد رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني برئاسة الجمهورية وعمدة بلدية أنجمينة بحضور وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد نظيف يوسف دشنا صباح اليوم المندوب الأقليمي لوزارة الصحة العامة لمدينة أنجمينة المركز الصحي لبط البقرة بالدائرة السابعة تقرير هارون أباهدا من أجل مصاحبة الحكومة في جهودها الرمية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية فإن منظمة الإغاثة الإسلامية للتنمية أسست المركز الصحي لبط البقرة وقبيل التدشين شهد الحفل عدة مدخلات من بينها كلمة الأمين العام للمنظمة محمد صالح الزبير الذي أوضح أن الهدف من إنشاء هذا المركز الصحي هو المساهمة الفاعلة في تحسين الوضع الصحي للسكان من خلال تقديم العلاج بجودة عالية وأقل تكلفة أما عمدة بلدية الدائرة السابعة فقد أشهد بهذه المبادرة الإنسانية والمندوب الإقليمي لصحة العامة لمدينة أنجمينة فقد ثمن هو الآخر على إنجازات منظمة الإغاثة الإسلامية للتنمية في المجال الصحي وأن هذا المركز يبرهن أن المنظمة تسعى لدعم وتعزيز جهود الحكومة لتنفيذ السياسة الوطنية لصحة العامة ودعا سكان بطال بقرة وخاصة النساء إلى زيارة هذا المركز لتلقي العلاج والمراجعة الصحية وإجراء الفحوصات المنتظمة أثناء الخمل وبعد الولادة وعقب ذلك دشن المركز رسميا للإنخراط في تقديم الخدمات الصحية حيث أن المركز مجهز بمعدات طبية تلبي احتياجات المرضى كالمعمل وقسم لتطيم الأطفال وقسم الاستشارة الطبية وصالة لرعاية الطبية للمرضى الذين تستدعى حالاتهم المكوث بالمركز لفترة زمنية أطول أطلق صباح اليوم الأمين العام لوزارة المناجم والتنمية الصناعية والتجارة طاهر برم آدم أطلق عمال الاجتماع الأول للجنة الفنية لبرنامج حماية المستهلكين في دول إفريقيا المركزية كان ذلك بحضور بعض المسيلي شركاء التنمية بالبلاء تقرير عدم محمد شرف الدين يحدث الاجتماع الأول للجنة الفنية لبرنامج التقوية والتنافس لعجل حماية المستهلكين في إفريقيا المركزية إلى دراسة وتخطيد الاقتصاد الوطني لدول وسط إفريقيا وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الاقتصادية والنقدية لإفريقيا المركزية سيماكا ولجنة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية حيث قدم بداية ممثل مجموعة الدول الاقتصادية والنقدية لإفريقيا المركزية كلمة أشار فيها إلى أن هذا الاجتماع الأول لهذه اللجنة تسمع من خلالها الاستقدام من عجل التنافس الحرة والدفاع المشترك لعجل التنافس وحماية المستهلكين في إفريقيا ممثل لجنة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية جوالوي قال بأن إفريقيا المركزية تتمتع بثروات اقتصادية وهذا من شعنه يسحم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتبادل المنافع في المجالات الاستثمارية في وسط إفريقيا الأمين العام لوزارة المناجم والتنمية الصينائية والتجارة والتطوير القطاع الخاصة طاهر برما آدم عند افتتاحه رسميا لحذا الاجتماع أكد لأعضاء اللجنة بأن الوزارة شعنها تتعاون رسميا مع اللجان للدراسة وتقييم الحالة الاقتصادية التي تقوم بتسئيل الإجراءات في التبادل التجاري بين الدول إفريقيا المركزية هذا وأن هذه اللجنة تم تعسيسها في 26 أكتوبر لعام 2017 وذلك تبقى لتوصيات الانطلاق الرسمي للمشروع المنأقد بتاريخ 20 إلى 25 نوفمبر لعام 2017 في مدينة الدولاء الكامرونية شهد صباح اليوم قصر الخامس عشر من يناير مناسبة الانطلاق الرسمي لأنشطة وتنصيب أعضاء المكتب الجديد للجبهة من أجل تنمية محافظة ميغري بإقليم ودي فيرة كان ذلك بحضور النائب الثاني للأمن العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاس والعديد من المدعوين تقرير أحمد ياسين بن رحمن في مثل هذا اليوم من عام 2008 حصلت جمعية تنمية محافظة ميغري على تصريحها من وزارة الداخلية والأمن العام ضمن جمعيات المجتمع المدني لتعمل في المجال التنموي وتقديم الخدمات الاجتماعية لسكان محافظة ميغري بإقليم ودي فيرة وعليه فقد أطلقت أنشطتها رسمياً بجانبي تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد المكون من 14 عضواً برئاسة علي بشر تاقيبو الذي عبر عن فرحته بهذا الإنجاز وهذه الجمعية لديها أهداف أديدة ومن أهمها السعي والبحث أن هلول المناسبة من أجل رفائية سكان منطقة وتهتم جميعية بالتنمية الشاملة لمنطقة في جميع مجالات خاصة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسهية والتعليمية بعد ذلك تتالت كلمات الشكر والعرفان لسلطات العليا للدولة على مكتسبات الحرية والديمقراطية وإفساح المجال لجمعيات المجتمع المدني للمشاركة في التنمية يبقى أن نشير بأن محافظة ميغري بها أكثر من ثمانين ألف نسمة وهي إحدى المحافظات الأربعة التابعة لإقليم وادي فراء قام يوم أمس النعب الثاني للأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاس الدكتور زكريا محمد صالح بزارة تفقدية للمقر الرئيسي لحزب الحركة الوطنية للإنقاس بالعاصمة إنجمينة والذي يشهد ترميما وإصلاحات داخل المقر تقرير محمد هساندة شهد المقر الرئيسي لحزب الحركة الوطنية للإنقاس MPS بالعاصمة أنجمينة ترميما كاملا وحول معرفة مجريات عمليات الترميم قام النائب الثاني للأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاس زكريا محمد صالح برفقة تمسؤولة منظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاس السيدة مريم أحمد جميل وعدد من المناضلين بزيارة تفقدية شملت جميع المرافق الإدارية وصلاة الإجتماعات وملحقات المقر الرئيسي وأقب الجولة التفقدية فقد صرح نائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاس زكريا محمد صالح شاكرا باسم الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاس إدريس ديبي إتنو وجميع المناضلين والمناضلات للسيد صالح أبكر أبد الرحمن رئيس مجلس إدارة مؤسسة وادي كندي والسيد أبد الرحمن بدي رئيس مجلس إدارة سوجيك تشاد على مبادرتهم الكريمة بتمويل تكاليف ترميم وإصلاح المقر الرئيسي للحركة الوطنية للإنقاس باسم مؤسس الحركة الوطنية للإنقاس البرزيدان إدريس ديبي إتنو باسم المكتب التنفيذي باسم جميع أعضاء المكتب التنفيذي للإنقاس باسم المناضلين والمناضلات داخل شات وخارجها نتقدم بالشكر والتقدير للإخوة المناضلين الذين ساهموا في هذا الوقت الصعب اقتصاديا ووقفوا معنا لصيانة هذا المكتب من ضمن هذه الإخوة الأخ صالح أب بكر المعروف بوادي كوندي والأخ أبد الرحمان بيدعي صاحب شركة سوشات أيضا نشكرهم جدا في هذا الوضع لصيانة هذا المكتب الذي قاموا بعد النداء التي وجهناه قاموا وساهموا مساهمة فعلية وحولوا هذا المكتب إلى منارة تليق بالمكتب الحركة الوطنية للإنقاس كما نتقدم بالشكر والتقدير للمناضلين الذين ساهموا ووقفوا من ضمنهم المجموعة البرلمانية لجلوب برلمنتير MPS وأيضا نتقدم بالشكر والتقدير لتجار الحركة الوطنية للإنقاس دائما وقفين مع مكتبهم وهناك مناضلين أيضا وقفوا وساهموا في هذا البني من ضمنهم الأخ أحمد كسوي والأخد خديجة نصر وبعض الشخصيات الذين وقفوا معنا لهذا نقول لهم هذه منارة الديمقراطية هذا المكتب الذي كان ذات يوم الأخ المؤسس دفع تمن وسحر الليالي حتى جاء ولهذا هذول الإخوة اضبرأوا تبريئا كامل ووقفوا وقالوا نحن مكتب الحركة الوطنية كلما وجدناه وجدناه من الحركة الوطنية ولابد أن نعيد صيانته ويلق بمقام المكتب ونناشد كل المناضلين داخل شاد وخارجها المكتب إنصانا بدرجة جيدة جدا بزلوا جهد كبير ونحن نشكرهم جدا جدا لن أستطيع أن أعطي المبلغ بالضبط إلا الإخوة الذين قاموا بالصيانة يعطوهم ولكن تقديريا أنتم تشوفوا لا يقل أن تلتمية وزيادة من الملايين أصرفوها في هذا المكان تبقى الإشارة بأن التكاليف الإجمالية لترميم المقر الرئيسي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حتى هذه اللحظة بلغت أكثر من 300 مليون فرنك سفا هذا وقد أكد دكتور زكريا محمد صالح بأن الحزب يسير عماله ونشاطته بصورة اعتيادية في بعض المقرات طالبا من جميع المناضلين بالعمل المستمر حتى تتخطى البلاد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وصفا إياها بأنها سحابة صيف الصرفوها في هذا المكان نحن نشوف لأن الصيانة كاملة والبني الشيف هي كاملة والآن أصبح المكتب مكتب يليق بمقام حزب الحركة الوطنية للإنقاذ هذا الحزب الذي شعل منارة الديمقراطية والحرية في تشات وهم الآن الحمد لله قالوا خلال 45 يوم سيتم تسليمة ونحن ذاتي عندنا نعمل بعد 45 يوم سيتم تسليم هذا المكتب إن شاء الله الآن نحن عندنا مكاتب مجزة ومفصلة هناك في مكتب الدرسكو جنرال كل من الأحوال المناضلين واحد مضبرة بيه وهو الأبحاشم صح؟ وهناك عندنا في الاسربي مجموعة الاسربي أيضا مدينا مقرقة دينا به والسكرتير جنرال موجود في مكتب في الكنز جنفية والبريمي الأجوين في عندنا مكتب تاني موجودين وموزعين وعملنا ماشي إن شاء الله ويمشي بقوة بعينها سواء الحركة الوطنية الإنقاس أسست بدون المبنى وأسست في الشجر والآن أصبها لها مبنى لهذا نحن العمر سيستمر في أي مكان سواء في منطقة ضيقة أو مكان ضيق وإن شاء الله ستستمر الحركة ومن هذا المكان نهنئ كل المناضلين الذين يقفون مع الحد ونناشد كل المناضلين بأن مهما كانت الأزمة هناك مناضلون يعرفون أن إدريس ديبي إتنو سيخرجهم من هذه الأزمة هذه كلمة وجهة لكل المناضلين كل المناضلين خلي يسمع ماذا يقول المكتب التنفيذ الحركة الوطنية الإنقاس كل المناضلين داخل شات في جميع المناطق سواء مدرسين سواء أطباء سواء كل شي شات الآن بلد ورئيسه قاعد يبحث عن حلول كاملة ومتأكدين وواسقين نحن كمكتب يخرجنا من الأزمة الموجودين فيها ولا يسمعوا كلام المكتب في الانترنت ولا الكلام اللي يكتب في أي مجال الحقيقة ما عندهم شي يقولوا ولهذا يكتبوا ولكننا نحن متأكدين عندنا قيادة حكيمة قوية فهمة للأوضاء الآن هناك استحساسات جديدة حصلت توسعت الصالة الآن في المكتب بتشيل ممكن 300 من المناضلين هناك مكتب خاص عملنا لأول مرة لبرزيدان فانداتير هناك مكتب الأمينة العامة الأول الأمينة العامة النايب كل الأرقان موجودة من الأوف من الإيرجي من المكتب التجار هذا كلهم الآن عملنا لهم مكاتب خاصة وجارين نعمل مقر خاص بالجانب الإعلامي للمكتب الحركة الوطنية للإنقاذ داخل المكتب سيظل إرشيف موجود أيضا في هذا المكتب بهدف المساهمة في حلحلة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحالية بين الحكومة ومختلف النقابات العملية فقد نظمت منظمة نساء حزب الحركة الوطنية للإنقاذ لقاء برئاسة رئيسة المظلمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ السيدة مريم أحمد جميل لبحث المقترحات والحوار بين النقابات والحكومة تقرير محمود حسن سمو النساء الحركة الوطنية للإنقاذ لن يقفن موقف المتفرج من الإضراب الذي دعت إليه مختلف نقابات العمال في القطاع العام جراء ارتفاع سأل الوقود واقتطاع ضرورة الدخل الشخصي لموظفية الدولة فبما أن المرأة تعتبر الركزة الأساسية في المجتمع ولها دور فايل في تدعيم قيام السلام فقد دعت السيدة مريم أحمد جميل الرئيسة الوطنية للإنساء الحركة أعضاء اللجنة الإدارية للحركة من أجل تقديم اقتراهات قد تسهم في استمرار الحوار بين الحكومة والنقابات بغية إيجاد حل سريع لهذه الأزمة كما في حوار عم بين الاثنين لازم يشعرون الضحايا يكون شنو الضحايا يكونوا نحن النساء فشان داع نحن داورنا فكرنا نشوفوا كيف نحن نلقو هلل نشوفوا كيف الهوار خلي تستمر لكن تستمر بطريقة سليمة ما كل واحد يكون يهتفز الفرصة دي ويجيب لنا هنا مشاكل ويأتوه يلمس حاجة كيتلمس العافية والسلامة في البلد دي نحن ما من نرده فوقا مقترحات مصاحبة بهدف تقليل وطئ هذه الإجراءات المتخذة قد تحدثن عنها نساء الحركة خلال هذا الاجتماع كان فيها من زور دا كومفانيوها ما فيها الناس يأتو لازم الواحد دا كان شغل دا ما عاشي أديل كله ودائر يفهم خلط دا يلز الناس دا كله في خلط دونك واحد دا ما بشغل يأرفه لمصلح الوطن لكن كما فيه مصلحة هدى بقول للناس ما تردوا فوقا دونك دا كله ما صحي يوقع اللي ناس يحاولوا يشوفوا المصلحة العامة بحق أن هذه المبادرة التي قمنا بها نساء الحركة الوطنية للإنقاذ في MPS بهدف الإسهام في حل هذه الأزمة القائمة بين النقابات والحكومة مبادرة تستهيق اهتمام الطرفين إليكم هذا الخبر الذي وصل عن التو حيث شارك فخامة رئيس الجمهورية دريس دبيتنو بالعاصمة السنغالية داكار في أعمال الاجتماع المتعلق بتمويل الشراكة الدولية حول التربية بحضور عديد من رؤساء وقادة الدول الإفريقية تقرير زمير رشاد حسن طهر شارك فخامة رئيس الجمهورية دريس دبيتنو في المؤتمر الثالث للمانحين والمستثمرين لحجر الشراكة من أجل التربية المؤتمر الذي حضره رؤساء كل من فرنسا شاد إفريقيا الوسطى النيجر ومالي وبركينا فاسو وغانا وممثل الدولة ساهل العاج بالإضافة إلى سننغال البلد المضيف ورئيس البنك العالمي بدأت المناسبة بأغنية للفنان السننغالي يوسف دور الرئيس السننغالي مكسال رحب بالحضور وقال إن بلاده تعمل وتسعى لدعم التربية وإن هذه شراكة ستسهل دون شك تطوير ودعم التعليم وتأمين المستقبل للأجيال القادمة ووضع خطة لمحاربة الأمية وإن بلاده وضعت 2 مليار دولار كمشاركة منها الرئيس الفرنسي بدوره قال إن بلاده تعحدت منذ زمن بعيد للنحوظ بالتعليم باعتباره واجب وأولوية من أولوياتها وعليه فإنه يدعم الشراكة بـ 200 مليون يورو ومن على منصة المؤتمر أكد فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو بأن هذه الشراكة ستساهم دون شك في تطوير البلاد ونسبة لأهميتها بمستقبل الأجيال فإن الحكومة الشادية أنشأت خلال عشر سنوات ثمانية آلاف فصل ووظفت أكثر من ستة وعشرين ألف معلم بهدف تحسين وضعية التعليم ومحاربة الجهل وأكد دعمه لهذه الشراكة وأخيرا أكد جميع المشاركين من رؤساء وموسلي حكومات ومنحين وشركاء فاعلين دعم هذه الشراكة رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بغرض التصدي للأمية مما جعلهم يحشدون أكثر من ثلاثة فاصل واحد مليار دولار لدعم وتمويل المشاريع التربوية خلال العام الفين وسبعة عشر الفين وثمانية عشر وبعيد مغادرته لمدينة داكار العاصمة السننغالية فإن الجالية الشادية المقيمة بداكار جاءت لوداع رئيسها قدم صباح اليوم حزب الحركة من أجل الوحدة والتجديد حديثا صحفيا حول الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نحن في البرتيومير حزب الحركة من أجل الوحدة والتجديد يعلن باسم رئيس الحزب ويعلن باسم المكتب التنفيذي ويعلن باسم الجمعية المركزية وجميع المناضلين والمناضلات وباسم جميع المواطنين المخلصين الذين يهمهم عمر الوطن أن البرتيومير جاهز عشان يعرض للأطراف المتنازعة دور الوساطة ميداشون البرتيومير يدور يقوم بميداشون انتر لديه قام عشان نوصلوا للحل وعشان نوصلوا لحل للأزمة والهزب مير مستعد عشان يقعد مع كل الطرفين على حدة يقعد مع النقابة على حدة ويقعد مع الجوبرلماء على حدة من أجل إنقاذ الوطن في السياق المتصل قدم صباح اليوم رئيس الكونفدردي الحرة لعمال الشاديين سيلتتي إبراهيم بن سعيد حديثا صحفيا تناول فيه الأوضاع راهنة التي تمر بها البلاد داعيا الحكومة بضرورة الحوار مع النقابات للوصول إلى حلول ترضي أطرافين أيضا هناك بيان صحفي من قبل المجلس الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإقاس بإقليم والدائي بعد دراسة من قبل المجلس الإقليم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة